تقرأ شعر إيراني تحفظ شعر إيراني حافظ مولابي رودكي سادي وكانت تفكر دائما إلى إيران كانت تأتي هون ولكن تسكن في لندن كانت تشتغل في نيويورك هي أقول لكم شيئا كانت تشتغل دائما يعني منذ تعريبا كان عمرها 20 سنة هي كانت تشتغل وهو جاءت من نيويورك إلى قريس حفلة بسيطة و بعدين سألتني قال لات خاتمي مرة أخرى لديه يكون رئيسا لجمهورية الإيرانية انتخابات كان تعريبا بعد شهر نعم تحت لازم بعضا امشاء الله ولكن اذا اذا ساره اذا ساره خاتمي مرتين رئيس الجمهورية أنا بكون جندارك للإيران يعني أنا أدخل في كفاه السياسي أنتم تعرفون الأسطس سلام مسافر بأن الآن لأن الرزا بحلبي ابن كبير شاه هو وليهم للآهد الآخرين ما بحكو ما بعمل شي لأن بحترم هذا الشخص و ليلى وفرهناز علي رزا أيضا ما كانوا يحكي أنتم ما بتشوف أي مقابلة في الإزاءة في التلفزيون أو كيف توفيت ليلى هذا هو أقول لكم نعم بعدما قالت أنا بكون جندارك للإيران جندارك جندارك أنتم تحرق نفسها من أجل إيران أيوة راهت إلى لندن أنا نشرت وصائق موجودة لأن المحامي الآم البريطانية المدعي العام المدعي العام هو تقريبا 10 سنين 10 سنين كان يشتغل محقق في موتها في موتها توفيت فجأة لا نحن وجدنا أشياء مش معقول في داخل منزل الطبيب دبعه كان يكتب دبع كثير جدا يعني هذا دون الشك دون الشك قد قتلت ليلة سممت بالسم سمنا بالدبع 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 وقالوا بأنه استفاد كثيرا من الدبع لكن هذا أننا لدينا وثائق وحتى الطبيب طبعهم حتى اليوم مرات الشرطة حكوا معه وقال أشياء مش جيد مش صحيح هذا بالنسبة لأنها توفيت بطريقة بطيئة باستخدام الأدوية المبالغ فيه وعلي رضا علي رضا كان هنا في باريس ويرجع إلى أمريكا عندما كان في باريس من مكتبي هو حكم أردشير زاهدي أردشير زاهدي صديق شاه إيران والزوج شحناز هو الرجع إلى إيران كمان كمان علي رضا طهلبي قال أنا بدي أعمل كالجد رضا شاه لأن تاب تاب أنا لا أقدر أن شوف هذا هذا كل ما يرى في داخل إيران يعني من يقف وراء مقتل ليلة وعلي رضا يعني ابنة الشاه وابن الشاه قبل أن أجيب هذا يجب أن أقول لكم أن علي رضا كان يدرس موسيقى كان يدرس موسيقى عندما مات وقتل ليلة قتل يعني هو انتهر رواية الرسل يقول انتهر لكن عشر سنين تحقيقات وبعدين لا نعرف قتلت ما انتهرت ليلة حسب رأي يعني ليلة إذا سألتوا من الآخرين بقول انتهرت ولكن حسب رأي لأن أنا مش من أسر الملكية مش من أقرباء هي الأم يعني قلب الأم يعرف يعني فرح السيدة فرح ديبة الطباطبائي ماذا تقول طبعا هي هي تقول بأن الليلة أو علي رزا كان يحبان الحياة والسرور والفرح ولا يمكن ان ينتحي رابو عندما تقول هكذا يعني مش هكذا عسنا و علي رزا كان يتعلم موسيقى عندما حكينا بعضنا على بعض مرات قرأ الكتب غير غير ودرس الزراتوشتية وهو كان أقوى وأكبر أستاذ في اللغة الطحربية قبل الإسلام والتاريخي الزراتوشتية وأفستائية حسن يعني السيدة فرح تقبل أن يعود أبنائها وهي محسوبة على أسرة دينية طباطبائية أن يعودوا إلى زراتوشتية هل هي موافقة ليلة إيريانا طحربي من راحة دي جبال وهذا الولد كانت نتيجة دون زواج نعم يعني زواج غير شرعي وهل حرقتم جثة علي ربا طبعا طبعا يعني هو مات زراتوشتية طبعا وليس مسلما حسنا سؤال أخير وباختصاد تسمعون كيف تعيش السيدة فرح ديبة فهلوي الطباطبائي ما هي مواردها المالية اللي لم يكن سرا لا المواردها المالية أنا لا أريد أن أحكي لكن عندها مساري تعيش هي تعيش جيدا ما في مشكلة المالية ولا تزال تحتفظ برونقها السابق طبعا هي شرحبانو هي شرحبانو هي شرحبانو أحترمها خصوصا هاليا أنتم تعرفون في داخل الشبارع الإيراني يوميا في مظاهرات ينادون بعودة لا شاه كبير رزا شاه كبير يقولون رزا شاه روحة شات يعني جد رزا جد رغض يقولون بأن رزا شا روحك بكون مفرح ولكن أعتقد التاريخ لن يعود مرة أخرى يعني لا يمكن عودة الشاه الشاهية إلى إيران هذا يعني زمن قد انقضى عليتي الحديث معكم مبتع ونتمنى أن نلتقيكم مرة أخرى الأستاذ الدكتور دابيد عباس أبستا الخبير بالشؤون الإيرانية والمشارك في أحداث الثورة الإيرانية والشاهد عليها وصديق الأسرة الشاهية المقيم في باريس شكرا جزيلا لكم ولكم عزائي المشاهدين أطيب التحيات وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم عوقاتا عانئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر